السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانتخابات التشريعية هذا يحدث غير في الجزائر روح للعالم قاعدة الموجود في العالم تلقى مجلس الشيوخ معظم لحاكمين مجلس الشيوخ والبرلمان كيسوس وأوروبي والآخر تلقى هم ناس كبار في العمر في السين دونك في الجزائر برك لي قولك باللي باش الناس ينتخبو الف وخمسين في المياتة نساء وشاباب تاني عندهم واقع لترونت بورسان ومبعد ما بين فورشات وزيد هذوك الكبار ما يسمى خلاص قضية الأمر ما عندهم حتى حق يبقى لهم غير يتكسلوا يروحوا للجبال هذي تحدث في الجزائر في الجزائر تلما الغلطة اللي دارتها لبريزيدانس هي الانتخابات الشريعية والغلطة اللي داروها نهار لدي سوليسيون انتاع البرلمان اللي فات سيقدر كأنه فيد ودورك تلما تحتمت عليهم يفو فار فيد وراهم خايفين كما نقولو احنا مرحلة ننتقلو لمرحلة انتقالية بارسكو كما ديرواش الموات جوان وش يصرا يصرا فيها مشاكل والمشاكل هي حاجة البيجي ومعنطر كما نقولو سكولار دخول الاجتماعي الجديد ومعنطر بل المال اللي راح ي يو 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 البروغرام لانتاع لانتاع حق تكمل القراية في الجامعة توصل 45 سنة صاي قضية عليك ممكن تجيك خلاص العلم أنا كي نشوف في الخارج نشوف الناس عندهم تجربة ومخضرامين عاشوا كالفترات والمراحل السياسية عندهم تجربة كبيرة تسيير المشاكل والأزمات تلقى عند واحد إنسان عرفوا الأزمات وعرف كيف مرت المراحل انت الشاب كيف تديرو كما أنا جوزنا في اقتشاد ومين البترول وصل حتى العشرة دولار ووصل حتى التساعة دولار وين كانت أزمة وعيشنا هذه الأزمة وكيف فوتنا هذه الأزمة غريبة كان فيها ضرر لكن بأقل ضرر وهذاك الوقت الحمد لله كانوا رجال ما دخلناش في الحيط مالغري البترول والمكاش بدأت العصابات تتكتل في هذاك الوقت جوزنا هذه المرحلة وشاركنا في التنمية من الجزائر من بينها شاركنا في الربوزمن عملية التشدير نهار كنا في الخدمة الوطنية نهار كنا عامين عدنا إنسان عقبنا 35 سنة تجربة التجربة في التران جين تايا انتونك بريزيدون اللي رأك كبير تاني في العمر نور مال مو يكون جن دونك وطلقا اللي رأك حاكمين لبووار كما في السينات تلقا كبير في العمر دونك نور مال مو تاني يخرج انتا كتدير السن هاداك وشن هي راح تقضي على المواهب والدكاء والإكسبرينس راح تقضي عليهم كتدير انتايا 50% على النساء وشي صرا في في الأحزاب ولا في في الأحرار يروح يجيب النساء 50% على دير راح يمي دير دونك يخير نمبر كوا دونك ما كانش هنا لحنا ملعبناش على الكيف حووسنا على الكم والكم تلقا فيها الرداء التما زيد الشاباء بيصن إن إكسبرينمونتي تلقا ما جوش حياته بالإخبار في المنظمات الخيرية في الدسكوت في الأخر أيضا ما مشاش كتقول لنتايا في أوروبا 34 سنة حاكم وزير ما شوفش كل يراه موراة موراة عباقرة تلقاهم جا شايبين تلقا فوق 60 سنة فوق 70 سنة هما ليعطيو 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 هما حكام هو ليه بركي طبق وليسويفي بارسكو عندو إن نارجي أنت كي وصلت في التشريعيات لحنايا ما شاركناش منذ الاستقلال كل من روحوا لقنا الرداء في الأحزاب كانوا باش تروح يعمروا بكلاليست يخليو كنتايا في الأخر باش الناس يفوطوا عليهم باش يجيبوا ليفوطوا عك ولي طلعوا توجهوا لما امتت لي موجودين فوق ما خلو ناش الفرصة باش نساهموا في المجال السياسي وجيت تروح كنتايا في هذا الوقت نارمال ورئيس الدولة الجزائرية تدير تهديم المجتمع الجزائري ودير فوها ما بين واحد الكبير في العمر وواحد أنجل وما بين الرجل والمرأة تدير بيناتهم مشاكل ويقول لي وليو باش يخدموا الجزائر يقول ليو في سراع تام سراع ما بين الأجيال ما بين الصغير والكبير نارمال والصغير يديم الكبير القضية على الجزائر الأزمتها الجزائرية مشي قضية السن قضية الرجال والرجال هذوك كانين في الجزائر كانوا ساكتير وذكر زيت قتلتهم متى الصح بهذه القوانين الجائرة وانتم ما نجحتوا نجحتوا في هذا لكي تديروا الصراع ما بين الأجيال القضية العصابة اللي ما كانوا عندهم حب الوطن ما كانش عندهم مزودين بالحب الجزائر ومزروعة في القلوب نتاحهم بارسكونا ما جوريتي يخرجوا من الناس جدودهم كانوا خوانا كانوا مع فرنسا وكانوا بزاب منهم ونعرفوهم التاريخ ما يرحمش وكان نرجع الملفات اللي موجودين في فرنسا على بل نص الجزائرين تلقاهم قاع كانوا والديهم خوانا حاجة اللي درتوها على ديروا ما بين الشباب وليه كبير في العمر هكذا المشكل مشكلة رجال رجال كينين في الجزائر همشتوهم طول المدة اللي كانوا موجودين هكذا بالقوانين الجائرة اللي كنت وضعتوها نفس الناس هما اللي يوضعوا في القوانين باش تكونوا فيها ما بين واحد صغير واحد كبير القضية خليتوا باش يضربوا خليتوا الشابات ما يثقوش في الانتخابات خليتوهم ما يروحوش يجيبوا الورقة على الفوت خليتوهم ما يأمنوش بالجزائر قتلتوا لهم المشروع انتحهم قتلتوا لهم الإسبوار قتلتوا لهم المبادئ انتحهم حب الوطن وقستوه حتى نقول لا يروح للبحر أنا بور موال اللي راح للبحر ما نهضرش عليها بارسكو في الجزائر كاي خدمة اللي حب يبدل هنا يقعد في الجزائر يبدل لسيستام والله ما يتحش معه في سيراء كما رغم يحوسوا ناس بس سيراء مسلح احنا بعد هذك على السلاح المسلح لكن نقعد هنا بلافو نعس الصندوق ووش عليها نحكم واحد نخيره في نعقب التشريعيات مام حتى البرزيدانسيال انتو ما درتوا الفوها ما بين بهذه القوانين الجائرة تعكم حاجة تاني درتوها وجهتكم هي على بلكم بها وانتو ما زربتوا على خطر راكم خايفين في الدخول الاجتماعي في يكون عندكم البرلمان باشي صادق على البرامج وعلى الوات فينس و الكم على الوات فينس على ذلك راكم خايفين البلدية هي اللي تجي الأولى أنا كيفاش تخلي الدير تشريعية ودير رئيس البلدية اللي راه انبوست اللي هو يلم الاستمارات للحزب انتاعه ودير هو حزب انتاع الاحرار هاو المشكل وراه لعبتوا على كل شوف البازل لتاكم الصورة كما نقول احنا فيها الخبض كالناس تعملوا الشكاير تعمل هادو الكوميرسان باش شرا والاستمارات بس قول للداليل انت اللي تحوس علي هاد الازنكات تحوس عن الناس اللي ما زالهم باقيين دي اليافر دي اليافر ولا دي اليافر مين باليافر هادو كل النوب الصغير هادو باش يجري في الكورس تلقى تلقى حبو شوفوا هادو الشاباب يفهموا منظر بلي كل شي مبيت شوفوا ولادهم ومثلوهم ما دخلوهم في التشريعيات ولادهم حبو يدخلوهم باش يتقادل الاستمرارية وما يتحاسبوش غدوة نهار يولي الحكم نتاع الشعب ريال منتاع الشعب هذا هو شوف دارو كل الخبط والحين الخبيثة داروها في التشريعيات هذه دارو خمسين في المئة النساء لها ما شي كان قضية الكام والكيف منتاع الشعب ديبروم في التعليم تلقى لها بس بها في الميدان السياسي تلقى نقص بزال على هذا هذا مدى مدى حناية 60 سنة لمحكم لنحكم رقم دكتلاب في اللاب خايفين والسلام عليكم ورحمة الله تعالوا برا